تظاهرات شعبية مطالبة بتعينات وأخرى تطالب بالتثبيت على الملك الدائم وغيرها تطالب بصرف الرواتب بالإضافة إلى ارتفاع حاد في أسعار صرف الدولار وأيضاً أسعار المواد الغذائية تقارير تقول بأن العراق لا يملك إلا ثلاثة أشهر من الحصة التموينية كل هذه الأمور التي يمر بها العراق هل هي فعلاً صعبة؟ أنا أذكر أنك غرت مؤخراً قلت العراق نحو أيام صعبة هل هذه هي الأيام الصعبة قادمة لا ربما؟ تحياتي لك سيدتي أنا أتصور بأن الأيام الصعبة لا تزال لا أقول بعيدة وإنما لم يمر بها العراق بالتحديد حتى مع تلك اللحظة لحظة الصدام المسلح المحدود دعم قد يكون جزء من الأيام الصعبة لكن أتصور من أن القادم قد يكون أقسى على الشعب العراقي خصوصاً إذا لم يتم وقف تداعيات التدهور الاقتصادي نعم الحكومة تمتلك حسب المعلومات المتوفرة لدينا ستطرح خطة لتقليل آثار ارتفاع سعر الدولار في الأسواق العراقية لكن أنا أتصور بأن الانفجار قد يكون حاضراً يعني الأمر لا يرتبط فقط في قضية سعر الدولار تداعياته تضخم عدم وجود خدمات لكن حالة اليأس والإحباط يعني من التي يمكن أن تولد هذا الانفجار طبعاً مع الأخذ بنظر الاعتبار أن عملية الانقلاب السياسي على الحكومة قد يكون أصبح ملموساً بالنسبة لي كمراقب وهذا يعمق أزمة الحكومة ومن ثم أزمة الدولة بشكل ثالث والتحدي الأكبر هو ما يمكن أن نسميه قوى الرفض هؤلاء أنا أتصور أنهم يعدون العدة للقيام بتظاهرات قد تندفع باتجاه عصيان مدني وهذا بحد ذاته قد يعقد الأمور بشكل أكبر خصوصاً في ظل وجود السلاح خارج إطار الدول